48 ألف دولار يومياً هي ميزانية الموارد المعتمدة لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث خلال العام الماضي وترتفع هذا العام إلى 53 ألف دولار وفق وثائق للأمم المتحدة جرى تداولها حول ميزانيات البعثات الأممية فإن الزيادة في تكاليف الميزانية التشغيلية لمكتب غريفث تعود إلى زيادة الاحتياجات التشغيلية وارتفاع تكاليف خدمات الصيانة والأمن بالإضافة إلى توظيف مركبات مدرعة وخدمات الاتصالات أما بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار فإنها ما تزال عند 54 مليون دولار في العام الواحد بمعنى أن تكلفة اللجنة في اليوم الواحد تصل إلى 154 ألف دولار لنحو 150 موظفاً بعض تلك الأموال تنفق على سفينة رابضة قبالة الحديدة تستخدمها الأمم المتحدة لعقد لقاءات نادرة للجنة تنسيق إعادة الانتشار الأمر الذي جعل معدي الوثائق يطالبون اللجنة بالتخلي عنها ونقل اللقاءات إلى أماكن أخرى تفاصيل عديدة تظهر في ثنايا التقرير تحدد حجم الإنفاق الهائل على العمليات الفنية والأمنية التي تبررها الأمم المتحدة بأنها تؤمن موظفيها الذين يواجهون أخطاراً تتمثل في وقوعهم ضحايا للهجمات في أتون الصراع ولذا فإن الأمم المتحدة ضعفت كلفتها في حراسة الأمن وخدمات الأمن التي تقدمها سلطات الميليشيا وخدمات المرافقة المسلحة ورغم أن مكتب المبعوث الأممي يقع في العاصمة الأردنية عمان إلا أن الأمم المتحدة وزعت 72 مركبة على الموظفين تكلفة السفر للمبعوث الأممي وموظفي مكتبه تراجعت خلال العام الجاري إلى 705 ألاف دولار ويعزى ذلك إلى تراجع حركة السفر لأغراض التدريب تقول الأمم المتحدة أن تلك الأموال تتحصل عليها من جهات مانحة غير أن ناشطين يمنيين ما لبثوا أن هاجموا الأمم المتحدة واتهموها بإنفاق أموال مهولة على موظفين دوليين متهمين بالفشل في أداء وظائفهم